السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحباب الكرام تحياتي لكم جميعا شكرا لكم على تشجيعكم الدائم اليوم بجتنتقسم معكم واحد الهدية هذه الهدية مونحت لي من طرف إخوان أحبهم في الله هذه الهدية كانت نقدا وأردت أن أشتري هذا الكتاب وأن أعطي لهذه الهدية قيمة أكبر فهذه الهدية عبارة عن كتاب الله سبحانه وتعالى أردت أن أختار هذه النسخة وأحسن ما وجدت في المكتبة أشاء الله صفحات رائعة فالشكر موصول للأخ يونس مدير صفحة الجالية المغربية والعربية كذلك الأخ فاتح والأخ يوسف والأخ أمين يعقوبي وكذلك الأخ ديالو أحمد يعقوبي وجميع الإخوان الذين يسهرون على هذه الجمعية التي تهتم بالأعمال الخيرية كذلك هناك مجموعة أخرى مجموعة فعل الخير صراحة يبدلون مجهود رائع ومجهود نبيل فهم يساعدون الكثير من المرضى وقضاء حوائج كثير من الناس فلهم جزيل الشكر وبالتوفيق إن شاء الله سبحانه وتعالى ومزيد من التقدم والنجاح وقضاء حوائج الكثير من الناس الله سبحانه وتعالى سخرهم لعباده فنسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن يسخر لهم عباده الصالحين الذين ينفقون في السراء والضراء فالشكر موصول لجميع من يقوم بهذا العمل من ناس نعرفهم والناس لا نعرفهم لكن الشكر موصول لكل من يجري في هذا العمل الخيري فهذه كانت قرعة وكانت أعطيت لي قيمة هذه الهدية نقدا فاشتريت بها هذا الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى فالهدية ليست بالقيمة فالقيمة الهدية لا تساوي شيئا حتى وإن كانت يعني كثيرة فالقيمة ذيها المعنوية هي أحسن شيء وأحسن شيء أنك تهدى كتاب الله سبحانه وتعالى فقلنا الهدية تبقى تقدير وتشريف ومحبة لهم تجاهنا ونحن كذلك نبادلهم نفس الشعور فنحن نحبهم في الله وتعرفنا عليهم لله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تدوم المحبة بيننا وأن يوفقنا وإياهم لكل خير وصلاح وقضاء حاجة الناس فكل واحد يجري قدر المستطاع لكي يدخل الفرح والسرور على العائلات المكلومة والمجروحة هناك ناس تعاني في المستشفيات ناس تعاني الفقر والهشاشة ليس لهم دخل وهناك الكثير 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 من المشاكل فلله الحمد الله سبحانه وتعالى يسخر عباده الصالحين الذين ينفقون هذه الأموال لمساعدة المحتاجين والمرضى وبناء المساجد إلى غير ذلك من الأعمال الخيرية التي يقوم بها هؤلاء الأحباب الكرام ولا يفوتني أن أتكلم عن هذا الكتاب العظيم ألا وهو القرآن العظيم فيرى المسلمون أن القرآن الكريم آخر الكتب السماوية التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك يعتبرون أن تلاوة القرآن والاستماع إليه والعمل به كلها عبادات يتقرب بها العبد المسلم إلى الله ليطمئن قلبه ويعتقد أكثرهم أن أساس حضارتهم وثقافتهم وبه بدأت ناضتهم في كل مجالات الحياة الدنيا والدنيوية فالقرآن العظيم أيها الأحباب الكرام هو الكتاب الخالد لهذه الأمة ودستورها الشامل فهذه الأمة تمشي بقانون إلهي ألا وهو القرآن الكريم فهو دستورها وموجهها قلنا دستورها الشامل وقائدها الأمين كما أنه الكتاب الخالد للدعوة الإسلامية ودليلها في كل حركة وفي كل حين وله أهمية كبيرة في حياة الفرد والأسرة والمجتمع والأمة بصفة عامة إذن هذا الكتاب الكريم هو الذي ينظم حياة الفرد والأسرة والمجتمع والأمة بصفة عامة فهو يعالج بناء هذا الإنسان نفسه وبناء شخصيته وضميره وعقله وتفكيره وكذلك يشرع من التشريعات ما يحفظ كيان الأسرة بحيث تضللها السكينة وتحفها المودة والرحمة إذن هذا الكتاب فيه ما ينظم الأسرة من تعامل حتى يجعلها تسدو في الطمأنينة والمحبة والرحمة كما يعالج بناء المجتمع الإسلامي ويرى المسلمون أن الإنسان المسلم لا يستغني عن هذا القرآن فلا يمكن الاستغناء عن كلام الله سبحانه وتعالى وهذا الكتاب العظيم فبه حياة قلبه ونور بصره وهداية طريقه وكل شيء في حياة المسلم مرتبط بهذا الكتاب فمنه يستمد عقيدته وبه يعرف عبادته وما يرضي به ربه وفيه ما يحتاج إليه من التوجيهات الإسلامية والإرشادات في الأخلاق والمعاملات وأن الذي لا يهتدي بهذا الكتاب يضيع عمره ومستقبله ومصيره ويسير في ظلمات الجهل والضلالة والضيع إذن فهو المنهاج الرباني الذي يسير عليه كل مسلم فهو ينظم حياة الفرد والمجتمع والأمة بصفة عامة وذلك بناء على ما جاء في عدد من الصور والأحاديث كما قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال أيضا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى إذن بدون كتاب الله سبحانه وتعالى وبدون هذا المنهاج الرباني فالإنسان يصبح يعيش حياة صعبة ضنكا فيها الضيق وفيها العديد من المشاكل لأنه غيب المنهاج الرباني من حياته وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن علي بن أبي طالب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن قلت وما المخرج منها إذن ستكون فتن ولكن يجب علينا أن نبحث عن السبل والطرق لكي نخرج منها سالمين ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل إذن فيه جميع الحكم وجميع الأخبار وجميع القوانين التي مرت سابقا فكل شيء موضح في كتاب الله سبحانه وتعالى فهو الذي من تركه قد قسم الله ظهره من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله فهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ففضل تلاوة القرآن أيها الأحباب الكرام يستحب للمسلم أن يداوم على تلاوة القرآن الكريم والإكثار منها وهو بذلك يتبع سنة جليلة من سنن الإسلام وقد بيّن الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم فضل تلاوة القرآن في قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ومن فضائل تلاوة القرآن تحصيل الحسنات وسبب لنيل الأجر العظيم فمن قرأ من كتاب الله حرفا كان له بعشر حسنات والحسن بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء فكذلك من فضل القرآن كذلك فهي تنزل السكينة على قارئ القرآن وينال المكان العالي الرفيعة التي لا تعطى إلا لقارئ القرآن فيقال له اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية انظر إلى هذا الفضل الكبير من ثمرة المداومة على قراءة القرآن فالإكثار من تلاوة القرآن أيها الأحباب الكرام والمداومة على ذلك وتكراره أدعى لفهم معانيه إذن كلما قرأت القرآن وداومت على تكراره فأنت تكون قد ساهمت بهذه القراءة وهذا التكرار في فهم معاني كثيرة وترسيخ مبادئه في النفس وهي بهذه الطريقة تكون قد ساهمت في معرفة طريق الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه حيث يوضح القرآن صفات الله ويبين كذلك الحلال والحرام والأحكام التي يجب على المسلم أن يلتزم بها كما أن في القصص والأخبار التي تترك في النفس العظة والعبرة إذن عندما نقرأ القرآن فهناك الكثير من القصص والعبر التي نسمعها في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بالجبابرة والظالمين والقصص التي وقعت للأنبياء والمرسلين والصالحين كذلك فنأخذ منها العبرة ونستفيذ حتى لا نقع في الأخطاء والمعاصي والهدف من تلاوة القرآن الكريم هو نيل رضى الله سبحانه وتعالى وتحصيل الأجر والثواب قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين ومنهم رجل علمه الله القرآن فهو يتله آناء الليل وآناء النهار فيكون محسود من غيره وقال أيضا مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة الذي يحفظ القرآن له مكان رفيع عند الله سبحانه وتعالى ومنزلة عظيمة فهو يكون مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ القرآن ويجد صعوبة في القراءة فهو كذلك له أجران وارتقاء القارئ في الجنة كذلك بحسب حفظه له كذلك الله سبحانه وتعالى يلبس حافظ القرآن تاجا من الوقار وحلة من الكرامة وينال بذلك رضا الله سبحانه وتعالى كذلك القرآن يوم القيامة يشهد لصاحبه لأنه كان يتعهده ويقرأه ويكرره ويحافظ على تلاوته كذلك يكون لك شفاعة ووقاية من النار ففضل قراءة القرآن عظيم عند الله كما قال صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فقراءة القرآن عظيمة كلها فوائد وكلها أجر وكلها ثواب وكلها رفعة وكلها تعطيك أريد الله سبحانه وتعالى فمن قرأ حرفا إلا وكتلبت له حسنة والحسنة بعشر أمثالها والله سبحانه وتعالى يضاعف لعبادهم من يشاء الله سبحانه وتعالى دائما يعطينا وزيادة الله سبحانه وتعالى دائما يرفع درجاتنا دائما عندما تهم بحسنة فالله سبحانه وتعالى يكتبها بسرعة ولكن عندما تفعل السيئة فهو يؤخرك حتى تنام فإن استغفرت وتوبت إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تنام فهو يمحوها عنك ننظر إلى كرم الله سبحانه وتعالى بعباده إذن أيها الأحباب الكرام فلنحاول جميعا أن نكون من المواضبين على هذه القراءة لما فيها من الخير الكثير ونحن الآن مقبلين على الشهر الكريم أتمنى أن نكون من القارئين الذاكرين المحافظين عليه قدر المستطاع فهو نور وبرهان ومن اتبعه هدي إلى صراط مستقيم ومن حافظ عليه وتدبر معانيه وعمل به كان من الناجين وكان من الفائزين بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتمنى أن أكون قد أعطيت لكم معلومات قدر المستطاع وأن نكون قد وصلت لكم هذه الرسالة وهذه المعاني الربانية في كتاب الله سبحانه وتعالى ففيه معاني كثيرة ومعاني عظيمة فما يسعون إلا أن نكون من المواضبين على قراءته حتى نفهمه كثيراً ونفهم معانيه ونقتدي بأحكامه ونطبقها في حياتنا اليومية وفي تعاملنا مع الآخرين فأجدد شكري لمجموعة الجالية المغربية والعربية فأشكرهم جزيلاً شكر والله أفرحتني هذه الهدية كما قلت سابقاً الهدية ليست بقيمتها المادية وإنما المعنوية فهي تبقى لها معنى كثير معنى عربون المحبة والصداقة والأخوة والعديد من المعانيه والله لا لا أستطيع أن نعبر عن هذا الفرح والسرور رغم أننا نحفظه لكن تبقى الهدية لها قيمة كبيرة عندنا فلهم جزيلاً شكر وأتمنى لهم السدادة والتوفيق في حياتهم وفي هذا العمل الخيري صراحة أتمنى من الكثير من الناس من أراد أن ينضم إلى هذه المجموعة فالله مجموعة خير مجموعة الحسنات مجموعة تفريج الكروب مجموعة قضاء حوائج الناس فمن أراد الجنة ومن أراد الحج والعمر إلى غير ذلك والله هنا الحج والعمر هناك الكثير من الناس والله يعانون في المستشفيات وفي حياتهم اليومية هناك من ليس لهم ما يقدمون ولا يؤخرون ناس تعاني والله تعاني معاناة كثيرة هناك من ليس له دخل أبداً هناك يتامى هناك أرامل هناك مرضى لا يستطيع لا يسد حاجيتهم من المصاريف العمليات وإلى غير ذلك فأشكر هؤلاء القيمين على هذه المجموعة الخيرية لأنهم يبدوا لهم جهود كبير 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 جداً فهم يوفقون بين عملهم وبين هذا العمل الخيري فجزاهم الله عننا خير الجزاء ووفقنا وإياهم لما فيه الخير والصلاح ونبهنا لفعل الخير والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين والصدقة تطفئ تطفئ غضب الرب وكذلك تفرج الكروب ولها العديد من الفوائد أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم وتشجيعكم ولا تنسوا أيها الأحباب والضعط على زر الجرس والمشاركة في القناة ونحن دائما نحاول أن نبحث عن ما هو مفيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر